في تأدير الشخصية أكتر فئة عمرية ممكن تستمتع بفيلم جانجل كروز هي الأطفال وبالفعل لما شفت الفيلم السينما كانت مليانة أطفال والصف اللي ورايا بالتحديد كان فيه ست أطفال مثلا أكبر واحد فيهم بتاع سبع سنين بيتحكوا في المشاهد الكوميدية بيسرخوا في مشاهد الرعب صوتهم عالي أوي الحقيقة بيتنططوا على الكراسي بتاعتهم وبيشلتوا في الكراسي اللي قدامهم راحتهم فشار وشوكولاتة وطبيخ العيال بقت بتفتر طبيخ يا جدعان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سهلا بيكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو جانجل كروز أحداث فيلم جانجل كروز بتدور سنة 1916 وبتبدأ مع دكتورة ليلي هوتن وهي بتسرق قطعة فنية بمساعدة أخوها مكريجر القطعة الفنية دي هي عبارة عن راس سهم بس بالنسبة لليلي هوتن هي أكتر من كده شوية هي مفتاح الوصول لشجرة الحياة ودي شجرة أسطورية ليلي مصدقة أنها موجودة بالفعل في أمريكا الجنوبية في مكان ما على ضفاف الأمازون لذلك بتاخد راس السهم والخرايط وأخوها وبتروح على أمريكا الجنوبية وهناك بتقابل كابتن فرانك وولف اللي بعد شوية سوق تفاهم وشوية خداع وشوية شك بيوافق أنه يستحبها على سفنته عشان تلاقي المكان الأسطوري ده الرحلة غير آمنة وفيها مخاطرة كبيرة بالذات من تهديد اللي حاولوا يخدوها قبل كده ومطاردة أطراف أخرى عاوزة برضو تلاقي الشجرة فيا ترى إيه اللي حيحصل سنة 2003 شركة وولد ديزني لإنتاج وتوزيع الأفلام حققت نجاح كبير ومفاجئ لما أصدروا فيلم مبني على مغامرة تخيلية موجودة في مدن الملاهي العملاقة بتاعتهم الفيلم ده حقق نجاح كبير جدا جماهيريا وفنيا ووصل لخمس أضعاف تكلفته على مستوى الإرادات وعلى جانب كده أطلق سلسلة أفلام ووصلت للرقم خمسة لحد دلوقتي الفيلم ده كان والنجاح ده كان المحفز لشركة ديزني عشان تحاول تعيد التجربة والأمر تطلب 18 سنة بس عشان ينجحوا في النهاية بإصدار فيلم جونجل كروز اللي برضو مبني على مغامرة تخيلية موجودة في ديزني لاند وعلى الرغم من أن الفيلم فعلا بيحاول ينسخ كل العوامل اللي نجحت فيلم بايرتس اوف ده كاربيان الأول ولكنه بالعافية يمكن اعتباره نسخة كويسة من الفيلم الخامس وبايرتس اوف ده كاربيان مش السلسلة الوحيدة اللي حتخطر على بال المشاهد وهو بيتفرج على جونجل كروز عندنا كذلك انديانا جونز وخط الحرب والأشرار الألمان عندنا ذا مامي وبالتحديد شخصية الأخ عندنا جومانجي وحتى ما قصدش جومانجي اللي بجد أنا قصد جومانجي بتاع دوين جونسون وأفلام تانية كمان مع أقل القليل من الأصالة والابتكار للأمانة أنا ما كنتش منزعج من أن الفيلم بيطمح لإعادة أمجاد بايرتس اوف ده كاربيان في الواقع السينما الأمريكية مؤخرا بقت مفتقدة لمحاولات زي دي مغامرات من أزمنا قديمة عناصر الأسطورة الخيالية مع البطولة مع الرومانسية مع الكوميديا لما بتندمج مع بعض في خليط طرفيه جيد شغل الأكروبات والمخاطرات الصعبة في مشاهد المعارك سطح المياه لما بيبقى الملعب الرئيسي بتاعنا وفرص الإبداع في شغل المؤثرات البصرية لتخطي التحديات الصعبة وبالفعل فيه شوية من كل حاجة من دول في الفيلم لكن للأسف يا إما مش بالكمية الكافية يا إما بتراجع واضح في الإتقان فيلمنا بيفتتح بتسلسلين أكشن من أروع ما يمكن هيلين على مستوى التصميم والتنفيذ معقدين وفيهم شغل مخاطرات صعبة وشغل أكروبات مبهر وبدون حضور محسوس للمؤثرات البصرية والكوميديا اللي فيهم فعالة جدا على مستوى المواقف وحتى دراميا كانوا أداة جيدة جدا لتقديم الشخصيات وطرح الحبكة بس للأسف بعد كده ده ما حصلش تاني كل المكونات الموفقة دي ما زرتناش مرة أخرى فصول المغامرة ما قدمتش أي شيء متير للاهتمام تطور الشخصيات هو كل شيء أي حد ممكن يتوقعه لما يشوف البوستر حتى مش لازم يشوف التريلر مع مفاجأة أو اتنين كده ما ضفوش أي حاجة ليها إيمة فيلمنا بشكل عام شغال ما فيهوش فجوات كبيرة وما فيهوش مشاكل ملحوظة في الإقاع يمكن بس المشاهد الحوارية إقاعها كان أبطأ من اللازم عندنا عدد محترم جدا من مشاهد الأكشن والمطردات والمواجهات والمعارك وبعضهم جيد إلى حد كبير بس بيدا لدقوا مؤثرات بصرية والمراضي ملحوظة في كل كدر ما فيهمش أي شيء جديد أو مختلف عن المشاهد الممثلة اللي شفناها في الأفلام المشابهة مؤخرا ما فيش أي تجديد في التصميم فيه اتكال كبير جدا على إن المفروض البيئة الجديدة اللي احنا موجودين فيها تدي كل الإنعاش اللازم للمشاهد وده الحقيقة فيه استخفاف كبير بعقلية المشاهد ما فيش شغل مخاطرات حلوة أو تسلسلات معقدة باستثناء أول مشهدين زي ما قلت وفيه غياب شبه كامل للكوميديا الفعالة يمكن بس باستثناء اللي ساهم بيت جاك وايت هول حتى الكوميديا بتاعت شخصية فرانك ما استمرتش معانا فترة طويلة هو تقدم زي ما يكون من صفاته إنه عنده نوعية من النكت اللي زي ما انتوا فاهمين يعني والحقيقة كانت فكرة أصلية ومسلية ولكنها خفتت بشكل كبير مع تطور الأحداث والفترة طويلة ممكن تكون اختفت بالكامل حبيبتي بي إنها كانت مرهقة أكتر من اللازم في الكتابة مقارنة أي حاجة من فيلم جانجل كروز بأي حاجة من فيلم بايرتزوف دي كاريبيان الأول نتيجها حتبقى مؤسفة جدا حتى المؤثرات البصرية وخلونا فاكرين إن جانجل كروز عنده 18 سنة من التقدم التقني بيلعبوا المصلحته وهنا مش إحنا اللي بنفرض المقارنة دي الفيلم هو اللي بيطلبها شخصياتنا ضريفة ما عنديش أي مشكلة مع حد فيهم كمان مرة بس مقارنتهم مع أي شخصية ممثلة من أي فيلم من الأفلام اللي احنا تكلمنا عنها مش هتكون في مصلحتهم ودي بكل تأكيد مشكلة الشخصيات مش مشكلة الممثلين مفيش حد في الدنيا كان ممكن يعمل شخصية فرانك وولف ويقدر يقف على حيله قدام جاك سبارو مفيش أي ممثلة كانت ممكن تلعب شخصية ليلي هوتن وتقدر تقف على حيلها أمام أي بطولة نسائية في أي فيلم مغامرات مهم مقارنات الأشرار شيء ما يستحقش نتكلم عنه أصلا حتى جاك وايت هول بقدراته الكوميدية الفريدة ما يقدرش يقف على حيله بشخصية ماجريجر أمام شخصية جوناثان كارنهان من فيلم دمامي وحقن العنصر بتاع المثلية الجنسية خارج عن النص تماما ما بيخدمش أي حاجة وملوش أي تأثير على القصة بس للمفارقة أكتر حاجة استمتعت بيها في الفيلم هي كمان نسخة وهي التناول بتاع أغنية Nothing Else Matters بتاعت متاليكا في مشاهد الفلاشباك نفس الإنترو بالضبط ولكن بتيجي بعد كده جومة موسيقية جديدة جمدة جدا هحط لكم لينك ليها تحت في الديسكريبشن في صفحات كتاب المغامرات العظيمة من عالم السينما مفيش مكان لفيلم جونجل كروز مجرد نسخة خيبانة من أفلام كتير أفضل بكتير وأقدم بكتير الحضور الملفت لأبطاله المحبوبين مضفش أي حاجة لتجربة المشاهدة بس زي ما قلنا هو ممكن يكون مناسب أكتر في المشاهدات العائلية وبالتحديد للأطفال أو لأي حد ما شافش بايرتس of the Caribbean the curse of the black pearl تقييمي لفيلم جونجل كروز هو أربعة ونص من عشرة وأنا سعيد لأنهم لحد دلوقتي ما خدوش قرار تحويل الفيلم لسلسلة أفلام وأتمنى ما يخدوش القرار ده خالص منقشة الحلقة ما هو فيلم المغامرات الأسطورية البحرية أو النهرية المائية يعني بشكل عام المفضل بالنسبة لكم ياريد تساهموا برأيكم في الكومنز ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريد تعملوا شارو ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وإنستجرام وباي باي